مع دخول الحملات الانتخابية أسبوعها الثاني تمكن التونسيون من التعرف إلى جزء مهم من المترشحين للبلديات الإمكانات المادية والتنظيمية للحزبين الحاتمين النهضة ونداء انعكست على حضوريهما في الشارع مقارنة ببقية الأحزاب واللوائح المستقلة بينما خطاب أحزاب المعارضة يتركز على ضرورة انتخاب التونسيين لبديل سياسي نقاوم الفساد المنتشر في تونس في كل مؤسسات الدولة بوجود ثنائية قطبية تقود الفساد هذا السياسي في البلاد وبالتالي بالنسبة لنا قادرين نعد التوانسا أننا قادرين أن نكسر هذه الثنائية القطبية التي طرع الفساد الانتخابات السابقة بيّنت أن التونسيين يصوتون للأحزاب فقط وتجنبون المستقلين الأمر الذي دفع بسياسيين ومتابعين إلى التحذير من مغبة التصويت لغير الأحزاب في ظل تراجع ثقة التونسيين بالسياسيين عموما فماش يخناعي في الخطابات متاحهم كانت حقا إن شاء الله تكون حاجة بيّة أنا من الأول ما كنتش بش أنتخب صراحة أما بعد حاسيت لي حكاية حكاية لازمة لك الكلمة يخناش تسمع كين الكلمة فماش حاجة التنفيذ فماش حاجة ريت على الميدان ولا ديما كلك وعودهم فماش حاجة تحقت معارضة وسلطة ومستقلون لكل خطابه السياسي إذن أحزاب السلطة تحاول استرجاع ثقة الناخبين والاعتماد على مكينة انتخابية هائلة بينما تعتمد المعارضة والمستقلون على خطاب يدعو التونسيين إلى أخذ العبرة من نتائج أكثر من ثلاث سنوات على حكم حزبي النهضة والنداء رغم ترشحها في عدد محدود من البلديات تحاول الأحزاب الصغرى تحقيق مفاجآت انتخابية في عدد من البلديات فالحكم المحلي برأيها يعد فرصة لتنفيذ برامجها وأغناع التونسيين بوجود بديل سياسي للأحزاب الحاكمة حاليا مراد الدلنسي تونس الميدين